إِلْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَيْدِيَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِرِينَ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل الحديث قال يعقوب عليه السلام قال بل سولت لكم أنفسكم أمر أي بسوء الظن في أخيكم بأنه سرق وكان يعقوب عليه السلام على يقين أن ابنه لم يسرق وبعض قال من العلماء بل سولت لكم أنفسكم أمر في تقصيركم وفعلتم به كما فعلتم بيوسف من قبل فقال بل سولت لكم أنفسكم أمر سيدنا يعقوب هذا الخطاب كان لأبنائه وخاطب نفسه فقال فصبر جميل والصبر الجميل بدون شكوى وبدون جزع فالصبر الجميل هذا الذي عاش به يعقوب عليه السلام في القرآن فصفح الصفح الجميل وهو الصفح الذي بدون عتاب وهجرهم هجرا جميلا وهو الهجر الذي لا يكون فيه أذية للآخرين فصبر جميل عصى الله أن يأتيني بهم جميعا هنا رجاء في الله سبحانه وتعالى بأن يأتيني بهم جميعا لأن اشتدت المحنة بفقدانه لثلاثة من أولاده يوسف وأخيه والابن الكبير ليعقوب عليه السلام فلما اشتد هذا قال عصى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى هو تأكيد وأيضا بيان أن الله العزيز العليم الحكيم العليم بحال يوسف وأخيه العليم بحالي العليم بالسرائر وبالخفايا وبالبواطن سبحانه وتعالى بالماضي بالحاضر بالمستقبل العليم سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية الحكيم الحكيم في قضائه الحكيم في قدره سبحانه وتعالى إنه هو العليم الحكيم هنا يعقوب عليه السلام يعلمنا من خلال الأحداث التي مرت به كيفية التعامل مع العليم كيفية التعامل مع الحكيم في الأحداث التي يمر بها الإنسان فهي خاضع لعلم الله ولحكمته سبحانه وتعالى وتعالى وتولى عنهم أي ترك أولاده وقال يا أسفا على يوسف انتقل إلى مكان آخر يا أسفا على يوسف اجتداد الحزن على سيدنا يوسف عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يصف لنا القرآن الكريم القول الذي قاله يوسف في تلك الحال يعقوب عليه السلام يا أسفا هذه الكلمة تبين شدة الحزن الذي وصل إليه والهم والغم الذي وصل إليه سيدنا يوسف عليه السلام من هذه المصائب المتتالية يا أسفا بالقول على يوسف وبيضت عيناه أي من شدة الهم والحزن والبكاء حتى كاد بعضهم قال فقد النظر وبعضهم قال ضعف النظر وبيضت عيناه وبيضت عيناه بسبب الحزن وهذا ظهور الأثر على الجارحة أو على الجسد وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أي في عماق نفسه فنقلت لنا الآية الكريمة القول والصورة الجسدية وعماق نفس سيدنا يعقوب عليه السلام يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين هم لما رأوا أباهم بهذه الحالة من الحزن والهم أرادوا التخفيف عنه وأرادوا أن يقطعوا التفكير في يوسف عليه السلام قالوا تالله تفتأ أي هو قسم يعني قالوا تالله تفتأ وتذكر مع التعجب هذا القسم فيه معنى التعجب قالوا تالله وتالله هذا القسم جاء في سورة يوسف أكثر من مرة قالوا تالله تفتأ وتذكر لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي بسبب الهم والحزن يحدث لك فساد في الجسد ويحدث لك فساد في النفس وتشرف على الموت حتى تكون حرضة أي أشد الآلام النفسية من الأحزان التي تؤدي بالإنسان إلى أعلى درجات المرض لم يكن بينها وبين الموت إلا شيئا بسيطا حتى تكون حرضة أو تكون من الهالكين أي من الميتين هنا في كلام أبناء يعقوب عليه السلام أرادوا التخفيف على أبيهم لما رأوا من الحزن الشديد الذي خرج على لسانه وظهر في عينيه وأيضا بما بث من أحزانه العميقة من نفسه لما قال يا أسفا على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضة أو تكون من الهالكين أي من الميتين قال إنما هنا الحصر هذه الشكوى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إنما أشكو بثي ليس إليكم ولا إلى خلقي ولا إلى الناس وإنما أبث أحزاني وتخرج من شدتها على لساني وحزني الدفين في داخلي في عماقي وهمومي إلى الله وقال العلماء قال من شاكو إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله من بث أحزانه إلى الله سبحانه وتعالى اتصل بالله واقتربت رحمة الله منه ومن بث أحزانه واشتكى من الله انقطع عن توفيق الله ففرق كبير بين إلى الله ومن الله إلى الله تفيد الاتصال واقترب فرج الله ومن الله تفيد الانقطاع كما قال بعض العلماء قال إنما أشكو بثي البث شدة الحزن الذي يخرج على لسان صاحبه قال هذا البث وهذه الهموم أشكوها إلى الله وحزني الدفين العميق إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون بأن يوسف حي يقصر بهذا وأن سيستمع بأبنائه وأعلم من الله ما لا تعلمون والدليل على ذلك بدأ يأخذ في خطوات عملية وحدد الموقع الذي فيه يوسف وأخيه وطلب منهم البحث وأفشدهم ونصحهم وبين لهم ذلك كما نتحدث في الآيات القادمة إن شاء الله إذ قال يوسف لأذي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجرين ترجمة نانسي قنقر